هذا وقد وصل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العالمي للعاصمة الأذرباجانية باكو لرئاسة وفد اليمن المشارك في قمة المناخ كوب 29 والتي تعد إحدى الفقاليات الدولية البارزة المعنية بمواجهة التحديات المناخية العالمية وتأتي مشاركة اليمن في هذه القمة أكيدا على التزامها بمناقشة القضايا البيئية العالمية والتفاعل مع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناقة الذي يمثل تهديدا كبيرا لليمن في عدة قطاعات تجمل البيئة الصحية والاقتصادية وتشهد بلادنا تغيرات مناخية حد ترد تنوعها البيئية لمخاطر متزايدة ترجمة نانسي قنقر